مرحبا كيف كان يا حلوين إن شاء الله تكونوا بألف خير يوم رح أعمل أطيب بشاميل بالفطر والجاج والدرة وبطريقة كتير سهلة وسريعة وناشحة 100% وكيف يطلع معكم البشاميل كرامي وبشهي مع طريقة أطيب رز أصير بيتقدم معها الأكل الطيبة وهلأ رح ترككم مع الوصفة بالبداية هون عندي كيلو من صدور الدجاج يلي مقطعتم مكعبات وكنت ناقعتم بخلو خردل وهلأ بمقلاية كبيرة حتيت في زيت نباتي رح أقل الجاج لحتى يستوي وبنترك الجاج على نار وسط وما منغطي المقلاية هيك بيستوي الجاج وبيضل طري من جوا وما بيفرط وهون بطنجرة حطت كمان شوية زيت نباتي ورح نزل عليهم كيلو من الفطر المقطع والفطر ما بيتغسل بيتمسح تمسيح بالمحارم لحتى ما تروح نكهته وقت تغسله وبطنجرة تانية رح حط 50 جرام من الزبدة واترك الزبدة لحتى الدوب وكل شوي منحرك الفطر والجاج كمان هون عندي تقريبا نستوي ونشفة ميته من بعد ما دابت الزبدة رح نزل عليها 3 معلق طعام من اللطحين ورح قلل اللطحين بالزبدة ورح نزل على الطحين كاسة حليب ورح حركه لحتى ينمزج اللطحين مع الحليب فورا بتلاحظوا انه بلش يتقوامه لهيك بنزل الحليب عليهم بالتدريج شوي شوي لحتى مايكبت اللطحين يندمج منيح مع الحليب يعني بنزل شوي من الحليب وبخلط هيك لحتى تلاحظوا ان اللطحين اختفى على الاخير وبعدا بتكوبوا كل الحليبات وانا هون عندي لترين من الحليب وهي الفطر من بعد ما استوى والجاج عندي كمان استوى تماما رح نزلهم على بعض ورح نزل فوقه 250 قرام من الدراء وهي الدراء انا بمونا وبحطها بكياس بالتلاجة بحركم كتير منيح وبالنسبة للبهارات فما بكتر لحتى يضل الحليب قوامه كريمي وحلو فالهيك بحط نصف معلقة صغيرة من الكاري ونصف معلقة صغيرة من التوم البودرة ونصف معلقة صغيرة من البصل البودرة ونصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبحرك كل المكونات مع بعض منيح وهون نزلت على الحليب مكعبات من مرقة الجاج وحطيت كما مكعب واحد بمرئة الدجاج على الجاج والفطر وضفت فوق تقريبا نص كاسة من الماء لحتى يدوب مكعب مرئة الدجاج طبعا اذا بدكن البشاميل يضلونوا ابيضوا تلجي فلا تحطوا مكعبات مرئة الدجاج وحطوا بدالة الملح بس انا بحب مكعبات مرئة الدجاج بالبشاميل لانه بتعطي نكهة كتير طيبة وهنا نزلت خليط الدراء والفطر والجاج على البشاميل وتركتنا حتى يغلوا ويتماسكوا مع بعض وهلا بالنسبة للرز ضفت معلقة كبيرة من السمنة مع شوية زيت نباتي ونزلت عليها اربع مكعبات من مرئة الدجاج وغمرتم بالماء وتركتنا حتى يغلوا وهي من بعد ما غلط الماء وضبوا مكعبات مرئة الدجاج هلا رح نزل عليهم نص كيلو من الرز القصير ناقعته ساعة كاملة وبعدين صفيته اكيد بدنا الماء تكون غامر الرز فوقه بشوي ولكل كاسة رز بتحتاج كاسة ماء وهي البشاميل عندي من بعد ما غلى وتقل قوامه شوي وصار كريمي وبجنن مثل ما شايفين لونه حلو بس هي شوي صغيرة ثفار لانه حطينا مكعبات مرئة الدجاج مثل ما قلت لكم فيكن تلغوها زي بتحبوا اللونه يكون ابيض وتحطوا بدالة ملح وهي الرز هون عندي ستوى تماما كل حبة بحبته وبجنن وهيك بتكون خلصت طبختنا هاد هو الشكل النهائي بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتو جربوا عملوا البشاميل والفطر بطريقتي لانه كتير طيب وكريمي وبشهي وطريقته كتير سهلة ومفيد مع طريقة اطيب رز بمكعبات مرئة الدجاج يلي نكهته بتشهي جنب هالاكلة وكيد اذا بتحبوا الرز الطويل راح احطوكم بصندوق الوصف فيديو من قبل عام للبشاميل بطريقة تانية وببهارات وبتطبيلة تانية وكمان معه الرز الطويل بالدرة والجزر ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتعالوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله باي باي